السائلة الأخرى أيضا تسأل أنها منتزوجة منذ 23 سنة لديها ثلاث أطفال لكن تقول أن زوجي قام بخيانتي ويحلف بالكذب لم أعد أثق به وأشعر أنه لازال يخونني لا أستطيع التعامل معه بطبيعية ولم أستطيع طلب الطلق ماذا أفعل؟ هي تأكدت من خيانة؟ هي لم تقل لكن تقول قام بخيانتي لا يعني خلينا الأول وهو عمره زواجه مقدئه مش كبه؟ 23 بقى له 23 سنة متجوزين يعني ده 23 سنة يعني عمره كم سنة يعني الراجل داخل في الستينات يعني لو بتجوه في الأواخر الخمسين يعني طيب خلينا أقول لكم في البداية أن كلمة الخيانة بس عشان نقول لحل أنا نفسي اللي يبعت السؤال بعد كده جماعة من فضلكم اللي يبعت السؤال وستاذة مونة يكون على الأقل على الأقل يعني الكاتب تفاصيل عشان نعرف نوعية الخيانة خيانة شات خيانة كلام استحالة واحدة عينة في نهاية الخمسينات هيخون يعني يعني يعمل ليه يعني فهي كارسة يعني فكلمة الخيانة الأول كبيرة هل هي خيانة فعلية طب اتأكدت منها وشفتي ولا لمجرد شكوك فلازم بيّنة البيّنة على منقى الدليل بقى فين الدليل اللي معايا أهو فأنا يبقى معايا البيّنة والدليل معايا لا مش الكلام ده ده مجرد شات قالها حكم تاني لا مجرد بس أنه هو بيتكلم مع النساء وكده لها حكم تاني فكلمة دي محتاجة تفصيل ما ندرش أحكم عليه لكن بصفة عامة خلينا نقول لو الأمر فيه مشات أو كلام أو كده نذكره بالله عز وجل راجل بقى لنا 23 سنة نضحك الناس علينا وأكيد لعيالنا وأكيد حد من العيال يتجوز أهل بنتك مثلا أهل زوج بنتك ولا أهل مرات ابنك يعني إزاي الفضايح بحاجة زي كده نتقل ونذكره بالله عز وجل ونذكره أن الله سبحانه وتعالى يعني قال على هذا آه نعم بكذا وكذا وقال هذا حرام وهذا حلال ودي الخطوات نذكره لكن لو هي الكبيرة لا نعم نعم عن نفسي بقى يعني بص في واحدة فاكرة كنا جايبنا مرة سؤال في رحابية على الموضوع ده وجدت بقى لقت على الفيديو بتاع في رحابية وقعدت تقول كذا ودخل الزوج بقى يخش شوى كمان واتنين مسكوا ببعض على الكومنتات الفكرة إيه يعني الكبيرة ممكن أن احنا نتغاضى فيها لها شروط نعم أما أنا عندي لأ وأمراض وبتاع وجاب لزوجته أمراض بسبب الخيانات والزنة ليه يا ابني ليه وسرطانات ليه ليه ده انت تحاسد يعني انتهاج تحدي من حدود الله وعملت كبيرة تستوجب الحكم الشرعي اللي موجود عليك في دنيا وآخرة كمان تأذي الست مراتك النظيفة الشريفة العفيفة وجب لها أمراض لا أنا عندي الكبيرة لا لا نعم اشتركوا في القناة